خلال الأيام الماضية اشتعلت التوترات بين الجيشين الأمريكي والروسي في عدة مناطق زاد من حدتها تقارير عن وجود أدلة جديدة عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن العلاقة بين واشنطن وموسكو أصبحت أكثر توترا بعد المواجهات العسكرية الأخيرة بدأت المواجهات بتحرش طائرات عسكرية روسية بقاذفة القنابل التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود حيث انحرفت المقاتلات الروسية بشكل متكرر مسافة مئة قدم أمام القاذفة بـ 52 بريا كان الصدام بين الجانبين مباشرا أكثر حيث أصيب سبعة جنود أمريكيين عندما صدمت عربة مصفحة روسية عمدا بدورية أمريكية شمال شرق سوريا الطائرات الحربية الروسية اخترقت المجال الجوية الأمريكي في ألاسكا أيضا ما دفع طائرات الـ F-22 الأمريكية لاعتراضها هذا الاشتباك أشعل حربا كلامية بين الجانبين فالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون أوليوت قال إن روسيا تخرق لبروتوكولات الموقعة بين البلدين أما الجنرال جفري هاريشيان فقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا قال إن الإجراءات الروسية تزيد احتمالية وقوع صدامات بين الجيشين